يبدو أن تعذيب الطلاب في مدرسة أحفاد المجاهدين أشار مجددا إلى ظاهرة الضرب تحت مسمى التربية والتهذيب وعلى أن هذا يأتي لمصلحة الأبناء الطلبة مثل ما يصرح الأساتذة عند الكشف عن أي اعتداءات داخل أسوار المدارس تجبرهم على سلك الطريق الأسهل وهو تبرير الضرب تحت مسمى الخوف على مستقبل الأبناء وللحد من هذه الاعتداءات التي تكررت دون الجدية في تنفيذ القوانين وجهت وزارة التربية والتعليم طلبا إلى مديري مكاتب التعليم الأساسي بمراقبات التعليم في البلديات لإلغاء العقاب البدني بالضرب أو النفسي بالشتم والتحقير على التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية وإن كان محدودا مشددة على أن من يخالف هذه القوانين سيعرض نفسه للمحاسبة قانونيا واجتماعيا وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن الباب الثالث من لائحة تنظيم شؤون التعليم لسنة 2018 حدد قواعد تهديب سلوك التلاميذ والطلبة بالتوجيه والإرشاد والجزاء فقط دون التطاول على الأبناء الطلاب وتهديدهم بعدم الإفصاح عن التعنيف في حال اشتكى أحدهم وفي ذات السياق قالت الوزارة أنه يجب على مديري المراقبات مخاطبة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها لتفعيل العمل باللائحة ونشرها وتوضيح نصوصها في لوحة الإعلانات لجميع التلاميذ والطلاب والمعلمين والابتعاد عن العقاب الجماعي والفردي بالضرب أو التحقير مضيفة أن هذا الأمر يعد من وجهة نظر تربوية غير مقبول ولا يؤسس لتكوين شخصية التلميذ ولا لإعداده إعدادا جيدا للمستقبل وأضافت في ذات الوقت أنها لا تقبل أي تصرفات انتجاه المعلمين من قبل الطلاب تؤدي إلى المساس بكرامتهم وشرفهم المهني محذرة من تهديدهم بعدم الإفصاح عن التعذيب في حال الشكوى وفي بيان للوزارة أشارت إلى أن تفعيل لائحة التعليم المشار إليها بالخصوص تستبدل العنف المتفشي بالمؤسسات التعليمية باستخدام طرق عقابية أخرى منها الطرد واستدعاء ولي أمر التلميذ والتعهد مرتين فقط ومن ثم الإيقاف عن الدراسة هل سيلتزم الأساتذة بهذه القوانين كون الالتزام يعتبر نوعا من الاحترام الذي يطالبون به الطلاب دائما ترجمة نانسي قنقر